اهلا بكم في حلقة جديدة من زمالك لايف هنتكلم النهاردة عن اخطر 28 يوم على نادي الزمالك في الموسم ده 28 يوم دول اللي هيتحكموا بنسبة كبيرة في مستقبل الفريق او مصير الفريق الموسم ده في كل البطولات 28 يوم دول هي فترة تواجد مستر كارترون وجهازه الفني جوه نادي الزمالك الجهاز الفني تم التعاقد معي يوم 12 مارس لها بمتش يوم 16 مع الترجي التونسي والزمالك خصر واحد سفر في دور المجموعات من بعدها جاء فترة التوقف وبدأ الجهاز الفني للزمالك كاملا يعمل كخالية نحل اكتر من 6 ساعات يوميا جوه النادي 6 ساعات يوميا بيقضيها الجهاز الفني جوه النادي لفرض مزيدا من الانضباط الفني والالتزام جوه الفريق ويمكن ده ظهر في ماتش المولدية اللي زمالك حقق فيه الفوز 2 صفر وهيزر اكتر في ماتش تونجيس السنغالي ان شاء الله في الجولة الاخيرة في دور المجموعات اول حاجة عملها مستر كارترون وكان بداية الالتزام والانضباط داخل الفريق انه تم تقسيم الادوار على جميع معاونيين بداية من كابتن اسامة نبيه المدرب العام كابتن احمد عبد مقصودو مدرب المساعد مستر فرناندو مدرب الاحمال وكابتن احمد عسمت مساعد مدرب الاحمال ومستر اولفيرا مدرب حراس المرن بداية تقسيم الادوار عمل حالة من عدم تدخل الادوار بين افراد الجهاز المعاون وده قد لكل واحد اختصاصه بقى كل واحد جاي عارف وبيعمل ايه مبقاش في مشاكل تفرض استقرارك جوا جهازك المعاون دي بداية تفرض استقراره على الفريق اول ازمة وجهها الجهاز الفني هي الانضباط او الازمة الادارية داخل نادي الزمالي كان في حالة من الدلع كده عند اللعيبة اللعيبة مستهترة شوية اللعيبة بتحاول ان هي تفرض نفسها بيحاول يزهاره بيحاول يستغله الجهاز فني جديد ولكن الجهاز الفني ده بدأ بسرعة في اتخاذ قرارات وعقوبات على اللعيبة وتم اعلانها له الجمهور عشان يظهر مين مؤثر مين مش مؤثر وكاتب بداية مع امام عشور ومن بعده احمد عيد اعتقد ان تفرض عقوبة جوا الزمالي وتعلنها وتظهرها له الجمهور دي يمكن من سمات الشخصية القوية جوا الجهاز الفني الجهاز الفني لو بيخاف او خايف على زعل اللعيبة او خايف من الجمهور ما كانش ياخد القرار ده وده كان بداية الانضباط داخل الفريق الانضباط الاداري هو اهم 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 عوامل الانضباط داخل الفريق من اهم الادوار اللي بيقوم بيها اسامة نبيه كمدرب عام مش دور فني بس دور اداري زي ما قلنا طب لو نتكلم في الدور الفني الدور الفني كابتن اسامة نبيه يعتبر هو حلقة الواصل بين مستر كارتيرون واللعيبة هو نقدر نقول الاب الروحي للعيبة دلوقت هو اي لعيب بيلجأ له بيرتاج منه اي حاجة هو بيكون في ظهره اي لعيب عنده مشكلة اي لعيب عنده ازمة هو بيكون في ظهره بيتكلم مع اللعيبة بيوقف مع اللعيبة ما بيسبش اللعيب عنده مشكلة فنية او شخصية او بدنية الا هو يدخل فيها الجهاز الفني اول حاجة بدأ فيها هي الجنب البدني مستر فرناندو هنا يظهر دوره دوره اللي اللعيب بدأت تقول عليه ده ساحر ساحر مش عشان هو بيدحكهم لأ سحر عشان قدر يحولهم في فترة قصيرة من مستوى بدني منقفض الى مستوى بدني جيد واللي جاي احسن اللي جاي احسن وفقا لكلام اللعيبة مع بعضها وفقا لكلام اللعيبة جوا الفريق اللعيبة ما بتحسش بالملل مستر فرناندو بيقدم لهم فكل جرعة تدريبية يومية بيقدم لهم فقرة جديدة بيقدم لهم حاجة جديدة اللعيبة قالت تحس بالمردود دا عليها داخل الملعب موتش المولدية كل اللعيبة كانت بتأدي اداء فني وبدني عالي جدا محاجش حاس ان فيه لعيب تعبان محاجش حاس ان فيه لعيب مجهد ومحاجش حاس بعض الهفاوات اللي كانت بتحصل من اللعيبة في المنشاط اللي فاته فاعتقد ان دا دور مستر فرناندو مستر فرناندو سموه سحر كمان ليه لانه قدر انه ياخد اللعيبة كلها نحيته او بمعنى اصح قدر يقرب اللعيبة منه بقى اللعيب اللي بيشتكي من حاجة او اللي يحس بحاجة او اللي عايز زود اي حاجة عنده في الجزء البدني الجزء الاحمال الاجهاد الكلام ده كله بقى هو اول واحد اول ملجأ ليهم هو اللي بيقدر يتعامل معهم على طول فده بالنسبة لمستر فرناندو ودوره المهم او زي ما بيقولوا عليه السحر مستر الفيرا مدرب حراس المرمة مدرب حراس المرمة اللي هو نتكلم عليه يا جماعة هنقول ده ماسك الخمس حراس اللي معاه بالبلد كده بلغة الكرة ممرمتهم في الملعب ممرمتهم في الملعب تدريبات تدريبات على رد الفعل تدريبات على السرعة تدريبات على الشوت تدريبات على كل حاجة مستر الفيرا ماسك خمس حراس مواروش في النادي غيرهم الخمس حراس دول هيكونوا سواء شاءوا ام رفضوا هيكونوا هم احسن خمس حراس في افريقيا ويفقل الخطة اللي هو حطتها الخمس حراس اللي معانا ابو جبل وجنش وعواد والسيد عطيه واحمد نادر السيد مستر الفيرا قال لمستر كارتيرون بعد اول اجتماع مع الخمسة مع بعض لما رجع جنش من المنتخب قال له انا معي افضل خمس حراس في مصر واعتقد ان مع الفترة اللي جاه يكون من ضمنهم افضل اتنين حراس في افريقيا مستر اوليفيرا بعد ان يخلص التمرين مع الحراس بيحاول دائما يقعد معهم سواء بقى في كافترية النادي سواء برا سواء في اي مكان عشان يقربهم من بعض ويقربهم منهم اعتقد ان الخطوات المهمة اللي محتاجة مركز حراسة المرمى في الزل المشاكل اللي كانت الفترة اللي فاتت بين ابو جبل جنش عواد مين عايز مين مش عايز مين بيلعب مين متضايق اعتقد الفترة اللي جاية الموضوع هيبدأ يقل وانيوصل لمرحلة انسجام تام في حراسة المرمى في نادي الزمالي سودا وعسمت ومن وراهم كابتن وسامنة بيه اعتقد انهم دورهم الفني جوه الملعب واضح جدا 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 خاصة في التدريب ازاي يا جماعة سودا وعسمت كل واحد بيقع مجموعة كل واحد مركز مع مجموعة كل واحد بياخد تعليمات من المدير الفني قبل التمرين بينفزها مع لعبته زي ما الكتاب بيقول زي ما مستر كارترون عايز النهاردة هندرب دول على التزديد منبرة هندرب دول على التزديد منبرة بيقف معاه بيقف بايده بيقف بيعمل كل حاجة معاه الاتنين دول هما الدراع اليمين والشمال لمستر كارترون مع وجود كابتن وسامة نبيه وسامة كابتن وسامة نبيه هو المدرب العام هو مدير الكورة هو الاب الروحي للزمالك هنتكلم بقى عن رقم واحد في الجهاز الفني مستر كارترون مستر كارترون مش مدي حد فرصة يشتغل اه يا جماعة مش مدي حد فرصة يشتغل هو بيدي تكلفات وبيدي كل التعليمات اللي هو عايزه قبل التمرين ينزل التمرين بيحط ايده في كل حاجة ما بيسيبش حاجة ما حطش ايده فيها يوقف مع الدكتور وبيكشف على اللعيبة بيكشف نفسه على اللعيبة بيسأل اللعيبة بيشوف قياسات اللعيبة بيتكلم معهم في مشاكلهم بيوقف على تدريبات الاطالة على الاحماء بيوقف على القياسات البدنية لدرجة ان هو بيدخل في المعسكرات بيدخل قوضة كل لاعب عشان يسأله يتكلم معاه عندك مشاكل ولا لأ لازم يلف على القايمة كلها التلاتين اللعيب المعالي في معسكر دايما لازم بيلف عليهم واحد واحد كل واحد فقطه كل اتنين فقطه بيخش يتكلم معاه مشاكلك النهاردة حاسس بايه شايف الماتش الجاي ايه انت عندك مشاكل فنية كذا تب انت عندك كذا ما بيسبش حاجة ما بيسبش حاجة كل حاجة كل كبيرة وصغيرة جوه الفريق مصر كارترون حاطقه فيها طب حاطقه فيه فن حاطقه فيه احمال حاطقه فيه حتى الشغل الاداري بينسق تماما ومع الجهاز الاداري كل كبيرة وصغيرة فيه السفريات معادة التمرين اللبس المعدات الفرقة محتاجة ايه نقصة ايه عايزة ايه كارترون اول واحد بيجي النادي من الجهاز الفني من اللعيبة اول واحد بيخش النادي واخر روح بيمش من النادي زي ما وانتلكوا جهاز الفني كامل كامل مكمل ست ساعات دايمة جوه النادي ست ساعات من العمل الشق جوه النادي اخر حاجة نتكلم عنها في الجهاز الفني هنتكلم عن دوره جوه النادي مش جوه الفريق الجهاز الفني مش مكتفي بدوره كجهاز فني الفريق الاول فقط لا بيحضر تدريبات ناشئين حطين خطط وبرامج تدريب وبرامج أحمال لقطاع الناشئين بيحضروا بنفسهم المتشاط بيختاروا الأبرز وتقريبا تم وضع خطة لأن خلال سنتين يكون فيه خمس نجوم صف أول سوبرستار زي ما بيقوله من قطاع الناشئين موجودين في الفريق الأول أعتقد لو قدروا يعملوا دي فيبحقوا نجاح كامل متكامل كجهاز فني خلصنا كلامنا عن الجهاز الفني بس لازم نتكلم عن واحد من أكتر المقاتلين جوه الفريق وأكتر الناس اللي بتحب الفريق وأكتر الناس اللي خايف على اسمه وخاف على اسم الفريق محمود حمد الوينش من أفضل مدافعة أفريقيا في الجولة الخمسة والدوري بمجمعات دورة أبطال أفريقيا في التشكيل المثالي محمود حمد الوينش اللي من سنة تقريبا أو من سنة ونص كان بيواجه انتقادات شديدة جدا 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 بسبب مستوى بسبب غلطاته وصل معاه الأمر وانه هو بيشتغل على نفسه وبيركز فني وبدني وكله عشان يوصل للمرحلة اللي هو وصل لها دلوقت مرحلة من أفضل خمس مدافعين في أفريقيا محمود حمد الوينش طيب وصل ازاي للمرحلة دي طبعا الشغل والمدربين والتعليم من أغلطاته وكلام ده كله ولكن في فيديو زغير محمود حمد الوينش بتفرج عليه قبل كل ماتش وده يمكن هو الدفع الأساسي بالنسباله الفيديو ده هو فيديو لعبت الأهلي في المطار اللي كانت بتتريق على الوينش بعد ماتش من ماتشات القمة بين الفريقين محمود الوينش قبل كل ماتش لازم يفتح الفيديو يتفرج عليه يحفز نفسه بيخش في الملعب راجل بيخش مش عايز حد يتريق عليه تاني مش عايز حد يتكلم عليه تاني غير ان هو مركز فني الحاجة اللي لازم نفتكرها ان محمود حمد الوينش بيلعب من قبل نهاية أفريقيا يوم 27 نوفمبر وهو مصاب إصابة خطيرة في الرجبة محتاج يعمل عملية غضروف بيلعب بمسكنات بيلعب ببرامج تأهيل مفيش جهاز فني قال له اعمل عملية وهو وافق رفض تماما فكرة نعمل عملية ليه؟ عشان العملية هتاخد فترة غياب عن المباريات الزمالك مش مش في حامل فترة الغياب دي هو حاس ان الزمالك محتاجه جاي على نفسه وبيتحمل وفي التدريبات ومحدش حاسي اللي في تدريب ولا في ماتش ان الوينش مصاب ده ليه؟ عشان الوينش من أكتر مخاطرين في الفريق والوينش أحد المجدين في الفريق واعتقد ان الوينش هيكون خلال الفترة اللي جاية من أفضل مدافعين في أفريقيا بلا مناسب شكرا